تنفيذا لتوجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وتتكفل المؤسسة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراستها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب واستطاعت الدكتورة أميرة شعبان خلال مسيرتها العلمية أن تقدم نموذجا يحتزى به في الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمي حيث التحقت منذ طفولتها بفصول محو الأمية ثم أكملت دراستها من خلال تعليم المنزلي حتى المرحلة الثانوية وذلك لظروف أسرتها المادية الصعبة حتى التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم بعد تفوقها بالثانوية العامة اشتركوا في القناة